أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تعميما بشان آلية التعامل مع الطلبات المقدمة قبل صدور تطبيق إلغاء رسوم استرداد كلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند أصدار مخططات التقسيم وقد صرحت سعادة السيدة أمنى بنت أحمد رميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بأن التعميم المنظم لآلية التعامل مع الطلبات المقدمة قبل صدور القرار الوزري بشأن إلغاء استرداد كلفة البنية التحتية يأتي في إطار الإجراءات التنظيمية لتنفيذ أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله بشأن إلغاء رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة بإصدار رخص البناء وأكدت الوزيرة على الحرص المستمر لمتابعة إجراءات تنفيذ أمر سموه الكريم نظرا لأثاره الإيجابية التي ستنعكس على رفض وتعزيز القطاع العقاري وقطاعات البنية التحتية والتعمير وتحفيزها على المساهمة بشكل أكبر في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتسريع وطيرة حركة البناء والإنشاء ومواصلة خلق الفرص النوعية لفتة إلى الدور المهم الذي يطلع به القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو